موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ومنحة ممتازة جدا وهي فرصة في سويسرا فرصة تدريب في سويسرا والفرصة دي هتكون شاملة لمعظم المرحلة الدراسية وفيها مميزات عديدة جدا وراتب شهري وحاجات كتيرة جدا وسهل التقديم عليها وما بتشتريتش اللغة الانجليزية خلينا دلوقتي نخش على التفاصيل باللغة العربية واشرح لكم كل شيء عن المنحة بالتفصيل طبعا زي ما وضحنا هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في سويسرا يبقى الدولة اللي هيكون فيها هذا التدريب هي دولة سويسرا طيب بالنسبة للجهة المانحة لهذا التدريب هي جامعة اسمها جامعة لوزان تمام لوزان يونيفرستي وبيرمز لاسم هذا التدريب اللي هو اي بي اف ال تمام ده اسم التدريب وده اسم الجامعة اللي مقدمة هذا التدريب لوزان يونيفرستي طيب بالنسبة للدول المتاحة لهذا التدريب او للتقديم في هذا التدريب كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم للمنحة دي بكل سهولة تمام ويعني متاح لك التقديم فيها طيب بالنسبة لمدة التدريب مدة التدريب في الفرصة دي بين شهرين الى ثلاث اشهر حسب اختيارك يعني انت متاح حضرتك تختار تقعد هناك في التدريب ده شهرين او تقعد ثلاث شهور المكسيمم زي ما انت عايز ما فيش اي مشكلة خاصة طيب بالنسبة لموعد التدريب تدريب ده هيبتدي بين شهر مايو حتى شهر سبتمبر الفين واحد وعشرين يبقى في الفترة من مايو لسبتمبر الفين واحد وعشرين انت متاح لك تختار شهرين او تلاث شهور الموضوع فليكسيبول يعني بيعتمد عليك انت عايز تبدأ مثلا من شهر يونيو عايز تبدأ من شهر يونيو انت بتشوف ما بين مايو وسبتمبر انت عايز تبدأ امتى وتقعد قد ايه كم شهر تمام كده طيب بالنسبة ليه التمويل في الفرصة دي عندنا تمويل ممتاز اول حاجة ان الفرصة دي بتشمل تذاكر الطيران من الجانب من بلدك الى سويسرا زهاب عود يبقى انت مش تدفع اي تكاليف خالص لتذاكر الطيران هيكون تذاكر الطيران على حساب المنح كمان هيكون فيه راتب شهري اللي هو يقدر به الف وستمائة فرانك سويسري وده راتب شهري كبير جدا راتب الشهري ده هتقدر تستخدمه في مصاريف المعيشة والاكل والطعام فيعني الراتب ده كبير جدا تقدر تستخدمه في الاحتياجات الشخصية وفي المعيشة هناك كمان المنحة دي هتوفر لك خطاب دعوة للحصول على التأشيرة للسفر بسهولة طبعا نظم الناس عارفة وكل الناس عارفة ان السفر للدول الاوروبية بيكون صعب شوية ويطلبوا حساب بنكي واشياء كتيرة جدا ولكن الفرصة دي هتبعط لك خطاب قبول او خطاب دعوة الخطاب ده هيكون مكتوب في كل التفاصيل انهم هيوفروا لك تذكر الطيران هيوفروا لك كراتب شهري كل هذه الاشياء فبالتالي انت لما تروح بهذا الخطاب للسفر هتحصل على التأشيرة بكل سهولة بدون تعقيدات بدون الحاجة الى وجود حساب بنكي تمام طيب كمان بعد الانتهاء من التدريب هيكون فيه شهادة بعد اتمام التدريب هيكون فيه شهادة بعد اتمام التدريب بتثبت انك اتمت التدريب في جامعة لوزان ويعني بتوضح لك كل شيء وده طبعا بيكون برضو شيء داعم لك في حياتك المهنية انك خدت التدريب في جامعة من افضل جامعات العالم وفي دولة من افضل دول العالم طيب شروط التدريب في هذه المنحة يعني عشان انت تبدأ في هذا التدريب انت ايه الشروط المطلوبة عشان اللي هي المفروض تكون منطبقة عليك اول حاجة التدريب دا مفتوح فقط لطلاب البكالوريوس والماجستير او الدبلومات يعني حضرتك التدريب دا مش مفتوح لاي حد التدريب دا لازم انت تكون حاليا بتدرس درجة البكالوريوس او الليسنس او بتدرس درجة الماجستير او بتعمل دبلومة او مثلا بتدرس في معهد عالي بما يعادل درجة البكالوريوس والماجستير يعني اهم شيء تكون انت في المرحلة الجامعية وبتدرس في مؤسسة حاليا ما تكونش تخرجت تمام ده من ضمن الشروط كمان من ضمن الشروط ان لازم المتقدمين آآ يعني هو ده هو مسموح التقديم من اي تخصص في المنحة دي تمام يعني انت لو بتدرس اي تخصص مسموح لكي التقديم ولكن في تخصصات مطلوبة بعينها وهيكون نسبة القبول فيها اكتر تمام يعني هيكون نسبة الناس اللي هتقبل فيها بشكل اكبر هي التخصصات التي لا علاقة بمجالات الهندسة والتكنولوجيا يعني انت لو بتدرس حاجة لاي علاقة بالهندسة والتكنولوجيا في اي مجال هندسي واي مجال خاص بالتكنولوجيا تقدر تقدم على الفرصة دي وبتكون نسبة قبولك كبيرة زي هندسة الكمبيوتر الهندسة الكهربائية الاتصالات آآ كل هزيه الاشياء الهندسة الكهربائية يعني اي مجال من مجالات الهندسة والتكنولوجيا مسموح التقديم عليه تمام طيب آآ هنا عندنا ملاحظة. هيزيل منحة لا تحتاج اي شارة لغة عنده التقديم. المنحة دي مش بتحتاج شارة لغة لما تيجي تقدم لها. ويا جماعة ياريت نركز في حاجة عشان في حاجة بتسئل فيها كتير. آآ واحد يجي يقول لي طيب آآ المنحة كتبة انك مسلا لازم تكون بتعرف شوية انجليزي. تمام? ما هو يا جماعة انتو راحين تدرسوا في دولة تانية دولة اوروبية ما بيعرفوش اللغة العربية. يبقى لازم يكون معاك شوية من اللغة الانجليزية. يعني لازم تكون بتعرف شوية انجليزي لانك انت مش هتروح تكلمهم بالعربي هم هيردوا عليك. تمام? هم مش عايزين شهادة لغة. مش طالبين شهادة لغة. يعني شهادة اللغة بتبقى العقبة عند الناس. الناس ما عندها الشهادات لغة. ولكن انت اكيد يعني انت مصفر خالص في اللغة الانجليزية. اكيد عامدك معرفة باللغة الانجليزية. فبالتالي انت مطلوب منك فقط تكون بتعرف شوية انجليزة عشان لما تروح عند الناس هناك وتاخد التدريب تبقى بس بتعرف تتحور معهم وبتعرف تتلقى الكورس بنجاح. تمام? هي دي بس الفكرة كلها. ولكن مش مطلوب شهادة لغة. كمان هذه المنحة ليس بقى حد اقصى للعمر للتقديم. مش مطلوب آآ فيها حد اقصى للعمر مسموح لكل الفئات العمرية التقديم في هذه المنحة. طيب بالنسبة للاوراية المطلوبة للتقديم عندنا الاوراية المطلوبة سهلة. منحة لازم تملل تحط في كل التفاصيل الخاصة بك من بيانات شخصية مؤهلات دراسية. لازم تحط السيرة الذاتية بتاعتك والافضل تكون سيرة ذاتية على الطريقة الاوروبية. تمام? آآ لازم تعمل خطاب نية ممتاز. خطاب النية ده تكتب فيه ليه عايز تنضم للمنحة دي او المؤسسة دي وتاخد فيها هذا التدريب. وبعد كده عندنا كشف درجات لاخر سنة دراسية. لازم تجيب كشف درجات بيثبت المواد اللي انت درستها في التخصص اللي انت حاليا بتدرسه او في الجامعة اللي انت بتدرس فيها حاليا جمعتك تمام? او كشف درجات لاخر سنة. يعني كشف درجات للسنة الاخيرة او كشف درجات بشكل عام لكل المواد اللي انت درستها في المرحلة الدراسية الحالية. تمام كده? عشان بس ده كاثبات انك حاليا بتدرس. لان زي ما احنا قلنا هنا ان مطلوب طلاب وليس متخرجين يعني لازم تكون انت طالب او ماجستير او دبلومات. فلازم عشان توضح لهم انك لسه طالب تجيب كشف درجات بيزبط اه حاليا انك بتدرس في الجامعة. اخر مواد للمنحة دي هو تسعة وعشرين نوفمبر الفين وعشرين. ده اخر معاد للتقديم في هزي المنحة. وهنا طبعا عندنا ملاحظة ان احنا قناتنا قنات منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية. زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم خلالنا على هزي المنحة متاح. وبنفر لك كل الاشياء المطلوبة. اه زي خدمة تجهيز الاوراية الخدمة التانية. تجهيز الاوراية بشكل احترافي. بنجهز لك الاوراية المطلوبة في معظم المنح. عشان تقدر تستخدمها في التقديم لاي منحة انت عايزة بنفسك. تمام كده? وطبعا لو عايز اي خدمة من هزي الخدمات هتلاقي رابط استمرت كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل. ايه الفيديو? بتضغط او بتملأ الاستمارة للخدمة اللي انت عايزة واحنا ان شاء الله بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب هنا عندنا الموقع الرسمي للمنحة. تمام? هتيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي ده. هيفتح معاك الابليكيشن هيفتح معاك قصدي الموقع الرسمي للفرصة. ده الموقع ده الموقع الرسمي للفرصة. تمام? هتلاقي هنا كل التفاصيل. مكتوب اخر معادي امتى? اه هتلاقي ايه كاتبين لك اه ان هي التدريب ده هيعطيك مهارات جديدة ويتطور من التخصص اللي انت بتدرسه وهيديك افكار جديدة. اه كاتبين هنا الحاجات اللي بيشملوها. اه التخصصات المطلوبة. تمام? كل التفاصيل هتلاقي هنا. اه كل شيء كاتبين اخر اه معاد. تمام? واحد ديسمبر. هو المفروض تسعة وعشرين نوفمبر ولكن يعني واحد ديسمبر يكون مكتمل. تمام? وايكاتبين القرار هيطلع قبل خمسة وعشرين يناير. هيكون صدر القرار للناس. هتوصلها القرار على الايميل بتاعها. ومدة التدريب هتكون ما بين شهر مايو سبتمبر الفين واحد وعشرين. تمام كده? وده بالنسبة للموقع الرسمي. خلينا دلوقتي نروح لابليكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدمة الان دي عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. تمام كده? طيب ابليكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. مطلوب منك انك تحط الايميل بتاعك. فهنا بتكتب الايميل بتاعك. تمام? اه ايميلك الشخصي وبتضغط على الكباتش دي. وبعد كده بتضغط على كلمة دي. تمام? لما بتحط الايميل بتاعك هنا بيطلع لك ان في رسالة وصلتك على الايميل بتاعك او لينك وصلك على الايميل. اللينك ده انت بتضغط عليه. يعني في لينك جوه لدخل الايميل بتاعك هيوصلك. اللينك ده انت بتضغط عليه عشان تملى البيانات المطلوبة ويتملى الابليكيشن انا وردي حطيت الايميل بتاعي ووصلني الابليكيشن لما وصلني فتحته بالشكل ده تمام فطلع معايا بالشكل ده اول حاجة مطلوبة منك تحط اسمك اسم العائلة الجندر بتاعك تاريخ الملاد الجنسية هنا تكتب المؤسسة اللي انت بتدرس فيها حاليا تمام والدولة اللي انت بتدرس فيها حاليا تحط المعدل الدراسي بتاعك مدة الدراسة اللي انت بتدرسها حاليا في كليتك كام سنة. اه لو انت درست في مرحلة سابقة مسلا بتحط البيانات بتاعتها ايضا. هنا بتختار ما بين تلات تخصصات. لازم تلات اه مجالات تدريب انت تختارهم. تشوف اي مجال من مجالات دي. انا مسلا انا اخترت اه مسلا واختار حاجة تلتة هنا وحاجة تلتة هنا اللي هو تمام? فمسلا تختار تلات اه مجالات للتدريب انت عايز تاخد فيهم التدريب هناك. تمام كده? وهنا بتختار المعادل اللي انت عايز تبدأ فيه. عايز تبدأ امتى? وعايز تخلص امتى معهم? وعايز تقعد كم اسبوع معهم هناك? تختار سمات عن المنحة دي ازاي? اه تمام? تختار انك موافق على الشروط والتفاصيل. وهنا بقى بتحط البيانات بتاعتك اللي هي الاوراق المطلوبة منك. هنا حط لك اه تلات اوراق مطلوبة. تختار المسلا انا احط اللي هو خطاب انية. هو خطاب انية بتحطه. تمام? اه الحاجة التانية بتاعك بتحطه. كل واحدة فيهم بتعمل لها بعد لما بتخلص كل ده بتروح ضغط على الجزية دي بتظهر لك كده حاجة اسمات تضغط عليها ويبقى انت كده قدمت بنجاح في المنحة. وطبعا لو انت عايز ممكن اه لو مسلا ملأت جزء وعايز ترجع فيما بعد مسلا بكرة تكمل تضغط الحاجة اسمات فورم. فبيحفظ لك الفورم ده وبترجع تدخل عليه. اه بتلاقي اه البيانات اللي انت اكتبتها لسه موجودة. تمام? يبقى احنا كده شرحنا كل تفاصيل المنحة. وضحنا التمويل بتاعها. تمويل ممتاز راتب كبير. اه بيسهل لك السفر. اه تخصصات اه برضو كتيرة متاحة. مش مطلوب فيها شهادة لغة ولحد اقصى للعمر. يعني حاجة ممتازة جدا. وما تنسوش اللي احنا بنوفر خدمات اضافية خدمة التقديم بشكل احترافي. فطبعا لو عايزين تقدموا بنفسكم تمام. عايزين تقدموا من خلالنا برضو متاح. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق واللي بقول لكم في هذه الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.